شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني صحة إفريقيا وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة كما تفقد الرئيس السيسي مكونات المعرض الطبي الأفريقي الثاني حيث قام بجولة في أجنحة المعرض التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات صناعات الطبية المختلفة شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني صحة إفريقيا أفريكا هيلث إكسكون بمركز مصر للمعارض الدولية والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء المؤحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا بمشاركة الجهات المعنية بالرعاية الصحية من المؤسسات الحكومية وكبريات الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في القطاع الصحية بإفريقيا هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مكونات المعرض الطبي الإفريقي الثاني حيث شاهد سيادته أجنحة المعرض التي تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الطبية المختلفة احنا شركة ميديل النمسوية الرئيضة في مجال زراعة القوقعة والأجهزة السامعية الحمد لله احنا موجودين في مصر لخدمة مصر حوالي من 30 سنة وبعد انطلاق المبادرة لضعف السامع وبالتعاون مع هيئة الشراء الموحدة احنا الحمد لله استطاعنا ان احنا نورد لمصر والأطفال مصر أحدث تكنولوجيا في العالم وحاليا احنا موجود عندنا في مصر حوالي 9000 مستخدم لزراعة القوقعة قدروا ان هما يتحولوا من ضعفاء سامع لأطفال كويسين بيستمتعوا بالحياة وانطلاقا من مبادرة رؤية فخامتك لمصر وأفريقيا احنا كنا حابين نعلن عن مبادرة بسيطة اسمها أفريقيا هيرز أو أفريقيا تسمع المبادرة دي بتشمل على التبرع بعدد من الأجهزة السامعية لإحدى الدول الأفريقية بعد موافقة فخامتك عن طريق هيئة الشراء الموحد وتحويل مصر لمركز التدريب لأفريقيا يشمل جميع أخصائي طب جراحة الأنف والوزن والحنجرة ويكون المركز ده متواجد في العاصمة الإدرية الجديدة وشرف كبير مرة تانية جدا لنا يا فانتب العافية يا فانتب نمثل شركة أبوت العالمية من كبريات شركات إنتاج الدعمات في العالم شركة أبوت إحدى شركات شركة أبوت الأمريكية المنشأ أساسا بنينا تواجدنا في مصر عن طريق التدريب المستمر للسادة الأطباء سواء في الداخل أو في الخارج عن طريق ورش عمل تعملنا مع هيئة الشراء الموحد منذ ديسمبر 2015 في أول اجتماع لها وأعتقد أننا شركاء بنوفي بالتزاماتها تجاهها وبنانيوي أننا نكمل منظومة التدريب للسادة الأطباء مستر هانك ده المدير الإقريمي لأوروبا والشرق الأوسط والفريق المساعد له شكرا يا فانتب نراحب السيادتك في النسخة الثانية من معرض إكسكون النهاردة نتشرف ونفتخر بالإعلان عن وصول أول شحنة من دواء الألبومين البشري المصنع والمشتق من البلازمة المصرية تجميع البلازمة في المركز تسفرها ثم تصنيعها في المصنع في برشلونة عودتها تانية نقطة فارقة وستراتيجية في توطين صناعة والاكتفاء الزيادة من شعور البلازمة لأن الاعتماد الدولي واسلوب الجودة المطلوبة اتبعناها في كل خطوة من الخطوات من أول ما دخول المتبرع للمركز إجراء الفحص الطبي ثم المعامل ثم التبرع ثم حفظ البلازمة في التلاجات لضع 30 درجة مقوية تسفير البلازمة عبر المحيط دخولها في المصنع هناك إعادة الأبحاث المعملية للتأكد من سلامة وأمان البلازمة وصلاحيتها للتبرع وعودتها إلى جمهورية مصر العربية كل ده تم طبقاً لمواصبات الجودة العالمية مشروع مشتقات البلازمة سيادتك كنت بتحلم بيه النهاردة نقدر نقول أن المشروع بأصبح حقيقة واقعة على أرض جمهورية مصر العربية شكركوا على هذا الانجاز وبهنيكم بهني مصر وبهنيكم على علي شكراً جزيلاً شكراً شكراً بنا سعاد بن رئيس نحن شركة ابتدنا نشاط سنة 81 اسمها إيجبت الملابس الطبية ومتخصصين في إنتاج الملابس الطبية مننا النشاط كنا بنستورد ونوزع للمستشفيات وكان لنا استراتيجية واضحة أن نبيع لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفعلاً كملنا على الحال دهوت لحد السنة اللي فاتت وبنصدر حالياً لحوالي 34 دولة نحن سعادة إبنة نحن نفخر بدورنا كشريك استراتيجي للدولة المصرية في تنمية البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة شراء الموحد والحقيقة تبقى لتكليف سيادتك لهيئة شراء الموحد بعمل حصر واستكمال لأجهزة الفحص بالمسح الزري البيت سي تي في أنحاء جمهورية مصر العربية لو احنا بنطمح لتغطية مصر بس هنحط سايكلوترون في مدينة إنا لو احنا بنطمح للتصدير ممكن نحط سايكلوترون في مدينة إنا يضادة الصعيد ونحط سايكلوترون في أسوان وسايكلوترون ده يقدر يوصل المادة المشعة لدول شر أفريقيا كلها الحمد لله قدرنا نوصل في مدة قياسية أول جهاز رانين مغناطيسي متنقل بمجال عالي جدا ده تكاملا مع رؤية حضرتك لحياة كريمة لمبادرة حياة كريمة ووصول الرعاية الصحية لكل أرجاء مصر زي محيطك عارف خلال الفترة بتاعت جائحة كورونا كل اللي شغالين في مجال الرعاية الصحية عرفوا أهمية التحول الرقمي وإحنا كشركة أحد الرواد الرعاية الصحية اهتمينا بشكل كبير أن احنا نطلع منتجات التحول الرقمي واستخدام الزكاة الاصطناعي في أساليب جديدة منها المستشفات الافتراضية الكلينكية بالتخصصات المختلفة وجزء منها اللي حابين نعرضه على حضرتك وإن شاء الله هنقدمه بتشريف سياد تكلينة الجزء بتاع التحول الرقمي في فحص أنسجة الأورام وإزاي بالتحول الرقمي نقدر كمان نعمل تشخيص عن بعض احنا بنستأذن حضرتك بموفد حضرتك هنعمل مشروع تجريبي بدون تكلفة الدولة أي حاجة هنورد الجهاز شامل التعامل عن بعض وشامل الزكاة الاصطناعية إن شاء الله ونوية حضرتك بكل الدعم أن احنا نطلع مخرجات قوية وبسرعة كبيرة جزءاً سيادة رئيسة احنا شركة تلكتا هي شركة سويدية متخصصة في علاج الأورام السلطانية بالعلاج الإشعاعي الدقيق لها مصانع في السويد وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والصين في عام 2020 تم افتتاح المكتب الأكليمي في جمهورية مصر العربية ليكون هو مكتب الدعم الرئيسي للكرة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط من جمهورية مصر العربية متوسط السر العالمي لجهاز العلاج الإشعاعي هو 3 مليون دولار أمريكي تم تركيب 43 جهاز في جمهورية مصر العربية 37 من ال43 تم تركيبهم بعد عام 2014 تم تركيب هذه الأجهزة في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات وزارة الدفاع مستشفيات جامعية معهد القاومي للأورام ومستشفيات منظمات المجتمع المدني وبعض المستشفيات الخاصة استطاعت هاية شراء بوحد تأمين هذه الأجهزة لجمهورية مصر العربية بسعر أقل بكثير من متوسط السعر العالمي حاليا بالتعاون بفضوء خطة وزارة الصحة لإحلال الأجهزة المنتهية عمرها الإفتراضي جاري إحلال عدد 13 جهاز لصالح وزارة الصحة وهي التأمين الصحي مستشفيات جامعة الحسين ومستشفيات جامعة الزأزية يتم علاج 28 ألف حالة سرطان سنويا على أجهزة إلكتا في جمهورية مصر العربية بمعادة 420 ألف جلسة علاج إشعاعي سنويا على أجهزة إلكتا في جمهورية مصر العربية شكرا سترايز شكرا